بالمناسبة بس يمكن وإحنا بنتكلم عن قادرونا باختلاف في الأول عايزة أف قدام مستشفى الناس في جيتين كده يا جماعة مهم جدا أنا حبيت أتكلم بعلي شيكبالا لإني بعتبر الأستاذ مامدو عباس هو الأب الروحي لشيكبالا يعني وده قاله شيكبالا في مرات عديدة ومرات متعددة والأستاذ مامدو عباس زملكوي يحب ويعشق الزمالك وبيحب شيكبالا فأنا عارف إن الخبر ده سيسعده كثيرا وعلى مسؤوليته من غير كلام ساهم مامدو عباس بقوة في هذا العقد اللي قدامكم التجديد مع محمود عبد الرازق شيكبالا لأستاذ مامدو عباس بطمينكم عني خرج من مستشفى الناس منذ يومين تقريبا أو ثلاثة ربنا سبحانه وتعالى يتمم له الشفاء والعافية يعني العلاج ما بين فترة وأخرى ناس كثيرة بعانية لعيزة تطمن عليه ومستشفى الناس تقدم مع الدولة يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيس النهار دأسنا على المجتمع المدني وما يقدمه المجتمع المدني مع الحكومة في منحمة رائعة جدا من أجل القادرون باختلاف ومن أجل أطفالنا الذين تداويهم مستشفى الناس وتعيد لهم قلوبهم سليمة بفضل الله عز وجل فممدوه عباس العاشق للخير والزملكوي الكبير والأصيل مع أي من ممدوه عباس في مستشفى الناس يقدمون شيئا راقيا أتمنى أن في هذه الأيام الكبيرة كما تحدث الرئيس أن نتصدق ولو بالكلمة الطيبة الرئيس أن نعلم الظروف ولكن مستشفى الناس يعني أنا كنت مع صديق العزيز رجل الأعمال الكبير جمال بك الجرحي يعني أحد أقطاب النادي الأهلي الكبار يوم الاثنين اللي فات قال لي رحت عملت تشك علاجي في مستشفى الناس أنا كنت في أوروبا وليس في مستشفى الناس أجهزة وروقي وشيء رائع جدا يداوي أطفالنا وكان سعيد جدا 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 وقال لي على لساني قول بجعو كل الناس أن تتبرع لمستشفى الناس لأنها الأولى بالتبرع لما تقدمه لأطفالنا ولبعض الحالات من كبار السن أو الرجال والنساء لمدوات قلوب كل المحتاجين وخليني دايما أيما الممضوع بس كان يقول لي يعني خميس عصفور الذي أنشأ هذه المستشفى لخص دورها الإنساني في كلمتين عالج الفقراء كما يحب أن يعالج الأغنياء كلمة في هذه الأيام المفترجة بالجيب من الآخر ربنا يدي الصحة للأستاذ ممدوء عباس ويبارك في عمره ويجعله لنا دائما زخرا وسندا للخير وللفقراء لما يقدمه في مستشفى الناس وما يقدمه في مؤسسة الجود وكل من يعاونه في ذلك وجعل الله ذلك في ميزان حسنات الجميع وإن شاء الله بإذن الله ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا دائما في حالة أفضل ورقي وعشان خاطر للأستاذ ممدوء عباس قلنا بنتوقع مباراة الأهل والزمالك أنا شخصيا سجل للتاريخ متوقع فوز الزمالك مش عارف لي عندي الإحساس ده أشوف كده مع الأستاذ ممدوء هنروح لفين يا رب الزمالكوية بيقوله والأهلوية بيقوله أيضا يا رب معي ومعكم في هذا الجزء التحليلي والحواري الكبير اللي حضرتكم بننتظره نجم التحكيم العالمي كابتننا الكبير الكابتن وجي أحد أهم علامات التحكيم المصري الذي شارك في كأس عالم وأولمبيات وألعاب إفريقية وأمم إفريقية اسم يشار له بالبنان أحد أصابير التحكيم المتواجدة معنا في هذا الزمان والذي نعتز به كثيرا وبإذن الله تعالى سيكون معنا مفاجأة مع الكابتن وجي أحمد إن شاء الله في كأس مصر ونهاي كأس مصر نعمل لكم كده حاجات يا رب تنرضاكم إن شاء الله الكابتن وجيه منورنا ومشرفناه شكرا كابتن وجيه بناصر وسعيد أن أنا أكون معاك طبعا بحب أوجه الشكر للمسطر ترك على هذا النجاح الكبير سواء في موسم الرياض سواء في التبادل الفني بين مصر والسعودية وأيضا التبادل الرياضي وإن البطولة تنتقل إلى المملكة العربية السعودية تحت رعاية ولي العهد محمد بن سلمان ربنا يديله الصحة وطبعا رعاية المسطر ترك قالت شيخ طبعا أنا شايف أن العرس هيبقى نجاح كبير وأداء مميز وإن شاء الله بإذن الله تعالى تحت قيادة حكام مصريين إن شاء الله كنا نتمنى أن كل الناس تشارك والحكام الكبار الدوليين يشاركوا في هذا العرس إن شاء الله بإذن الله تعالى الموسم ينتهي سواء موسم كاس مصر أو الموسم نهاية الدور إن شاء الله تمنى الصبر القادم يتعمل برضو في السعودية مدام هذا التفوق السوبر لسه أقوده مع الإمارات يعني لسه قدامنا المتحدة وإمارات سنتين دي 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 تانية ما هم جددوا سنة أنا ما أعتقد دي 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 ما فيه تعاقد دي 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 بس أعتقد أن تجربة كاس مصر مع السعودية ربما تودينا الحاجات تانية طبعا تجربة رائعة وصنع أن الأستاذ أحمد دي أعلن أن الدوري في شكله الجديد سيكون مختلف موسم 23-24 وربما يكون أقرب إلى التجربة البلجيكية اللي هي دور واحد والتمانية يصفوا على المغن هي طبعا تجربة هي كل موسم استثنائي ولكن أنا بتكلم على زي دور المحترفين اللي احنا فيه النجاح الكبير اللي بتحقق طبعا نجاح رائع جدا شارطورك بيدخل في كل المجالات وبينجح في كل المجالات يعني في الفن ودخل ونجاح نجاح كبير جدا دخل في الرياضة ونجاح نجاح كبير جدا أتمنى له التوفيق أتمنى نجاح المباراة وخروجها بالشكل اللي يليك بالقرى المصرية وأيضا يليك بالأداء السعودي والشغل السعودي والتنظيم السعودي والجمال السعودي عشان نختم موسم الرياض بهذا الشكل الرائع وهذا الشكل الجميل أيضا خلينا قبل ما أروح أعرف ديفي التاني بدان من الكابتن وجيف جاءنا أتكلم في هذا الملف وزير الشباب والرياضة يعني مش إحنا بس يا جماعة حتى الدولة مهتمة الدكتور أشرف صبعي وزير الشباب والرياضة قبل قادرون باختلاف ولقاء الرئيس مع قادرون باختلاف يعني كما جاء أنا من وزارة الشباب والرياضة يلتقي رئيس الاتحاد المصري الأستاذ جمال علام بالمناسبة قابلت الأستاذ جمال علام في قادرون باختلاف وسلمت عليها والأستاذ جمال علام حد دمس الخلق ومحترم اختلف معه كما شئت ولكنه في المعاملات الإنسانية الراجل بفرق وأنا بحب الراجل الراقل زي كده يعني يمكن في ناس كانت متوجد الدكتور جمال محمد علي الدكتور فتحي ندى نقيب الرياضيين ناس كتيرة حتى استغربت أن أنا بسلم على أستاذ جمال وببوسه وبحضنه السيد جمال في النهاية أخويا الكبير وما زلت مختلف معاه ولكن الرقي ده أنك أنت أنا لا يمكن أغلط أو أتجاوز ولكن في النهاية لي أختلف كما شئت ما دم لي رؤيا ولكن أنك أنت تقابل من تختلف معه وتسلم عليها ولذلك أنا بأعلن أن ملف الاختلاف ده أغلقته مؤقتا لحين انتهاء نهائي كأس مصر لأننا في فترة التقارب ليس فيها مجال للكلام أو الإكراما للقادرون باختلاف وللرقي اللي التقيت بيل أستاذ جمال علام في هذه النسخة كل يعرف أننا قلبا وقالبا مع النائب أحمد دياب عشان بسدين يا تببة أنا ما بحبش اللون الرمادي في الحياة أنا بحب الدغري مليك في الألوان الرمادية لا بيض لا سود زي ما قال عمك عدي الإمام لا بيض لا سود أختلف ولكن أحترم شكرا للأستاذ جمال على حسن مقابلته وهو رجل دائما يأسرنا بأخلاقه مهما كان الاختلاف بيننا طبعا حتى صديق إيهاب لهيطنا بحييه تزامنا من مسافة طويلة نشهي النهاردة وإيهاب راقي وإن شاء الله على موعد بحوار محترم معه فيما هو قادم الدكتور أشرف صبعي بالعاصمة الإدارية التقى لأستاذ جمال علام صباح اليوم والكابتن حسين لبيب رئيس ناري الزمالك والأستاذ خالد مرتجأ من صندوق النادي الأهلي نائبا عن الكابتن محمود الخطيب مهم جدا بس نقول ده يا جماعة لأن الزمالك كيان كبير فيقول لك الخطيب مجاش تعرفين الصائدين في الماء العكر الخطيب مجاش تابعت خلاق الخطيب مريض والكابتن خالد مرتجر راقي المحترم كان حريص أن يعرف الكل أنه نائبا عن الكابتن محمود الخطيب لأن بس ده مهم يا جماعة أن نحن نشر إليه والسيد المحترم المهندس نصر نائب رئيس ناري الزمالك والمبدع الرائع الأخ العزيز الأستاذ محمد يحية لطفي رئيس الشركة المتحدة لخدمات الرياضية ونبسني على ما يقدمه محمد يحية لطفي والسيد المحترم سيف الوزير نائب رئيس المتحدة ورئيس استداتي يعني فيما الحمب تتعامل ومحمد يحية لطفي بكتيبة العمل اللي معاه وأخويا المحترم هشام زايد والناس في المتحدة بتعمل شغل يا جماعة في الإيفنت دي تا حتى المستكال تلك أرشيخ في مدخلته مع أبراهيم فاي أسنى على المتحدة وكل قيادات المتحدة وما تقدمه المتحدة ناس بيعملوا إبداع وروعة ما بعدها روعة بصراحة تناول الاجتماع منقشة آخر الاستعدادات والترتيبات لمباراة نهائي كأس مصر المرتقبة إن شاء الله بإذن الله يوم تمانية والدكتور أشرف صبعي ناقش كافة الترتيبات مع كافة الجهات المعنية اتحاد القرى والأهل والزمالك والمتحدة على جميع الجوانب والاستعدادات من أجل خروج هاجة النهائي بص هو اللي أنا بقوله قولي الحلقة شايف جايبا وزارة النظر اللي تبين بيقول ليه التقارب ما بين الأشقاء بالمملكة العربية السعودية والتعاون المسمر مع المتحدة والتحاد القرى فيما هو قدم سامح الفيومي عاد إلينا من السعودية يشوف اللي الحلوة والله أعداء العمرة ربنا يتقبل منا ومنه شرفنا وعاد إلينا ضيفا عزيزا ومحللا راقيا وإسما أعتز به وصديقا دائما وأبدا فوق دماغي ومرحب به ونجما لهذه الفقرة مع دور المحترفين يا أستاذ سامح مسائل فلي مساء الخير على حضرتك يا كابتن عبد الناصر كلام كتير طبعا علي وانت عارف مكانتك وعارف قدرك عندي وفي البداية طبعا احنا بنتكلم عن ملحمة سواء قادرون باختلاف بتشريف وتكريم معالي الرئيس في قاومة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالإضافة إلى بنتكلم عن إنجازات وهو ما يحدث في السعودية عن طريق المسشار التركي الشيخ ويمكن أنت بنتكلم يا كابتن عبد الناصر وأنا بالفعل لسه قادم من السعودية كنت متواجد في استاد جدة أنا شفت طحفة معمارية صعب جدا تدريها في أي مكان تاني استاد جدة الجديد كان من الاستادات اللي أنا على المستوى الشخصي حسيت أن أنا في أوروبا أنا حضرت مباراة لهجر وجدة ويمكن من خلال حضرتك طبعا بنشكر طبعا المسؤولين في نادي هجر على تكريمهم لملعب الشمس تكريم خاص طبعا لحضرتك طبعا حاجة يعني تحسب للجميع بالمناسبة ده تأسس النادي سنة خمسين يا كابتن عبد الناصر لصور الكابتن سمح الفيومي مع مسؤولي نادي هجر يا جماعة وتبادل التشيرتات وأنا بشكرهم والله يعني تشيرت هجر فوق دماغي وشرف اللي أشكركم شكرا جزيلا رئيسا وأعضاء شرف وجماهير لكم منا كل التحية والتقدير رئيس طبعا النادي الأستس حمد العريفي أه خروف حمد العريفي وطبعا مدير حقيقة للمحترم حمد العريفي وكل أعضاء مدير الفريق طبعا كابتن مش على السعيد ده نجم الكرة السعودية ولعب التحاد جدة والاتفاق والنصر وهجر ومدير الاحتراف الأستاذ فؤاد المسلم الفؤاد المسلم ومدير المركز الإعلامي طبعا المحترم الأستاذ عبد الله العديل والمدير الفني بالمناسبة كابتن داجو كيكا كان مدير فني للنادي المصري البرسعيدي مع حسام حسن لما كان حسام لعب وحملني أمانة أنا لو أعرف أن أنت كنت هتقابل النهاردة والله هو حملني أمانة أنه عايز يتواصل معاه وبقول له من أيام ما كنت لعبت بأحسام وأنت عندك الأسرار هبعت هبعت التلفون وطبعا بنشكرهم بنشكر كابتن سامح محمد وكابتن حمزة وقلت لك الفريق ده بيضم ناس استحقوا برضو زي كابتن رضا هجهوش ده لعب نادي الوداد ولعب منتخب المغرب يعني أسماء كبيرة جدا جدا كان يوم رائع أنا بشكرهم طبعا من خلال حضرتك على تكريمهم وإن شاء الله نتمنى التوفيق لهم ونتمنى التوفيق للكرة السعودية اللي بكرر أنا رأيت تحفة مع مريا كابتن وجيه أنا والله حسيت أن أنا في أوروبا استاد جدة الجديد تمنى التوفيق للمسيار تركي الشيخ ونتمنى إن شاء الله نهائي يليق بالنادي الأهلي ونادي الزمالك في الأرض الشقيقة أرض المملكة العربية السعودية طيب